على سبيل مثال بطل المسلسل والشخصية الرئيسية هل هي عائد من منطقة ما ولا هو مسؤول عن عملية العودة؟ يعني أمير معاملة شخصية أمنية يعني أمير شخصية أمنية مسؤولة عن ملف وكمان أمينة ومحمود عبد مغني ومعانا ممثل سوري محترم جدا اسمه أحمد الأحمد نجم كبير وراجل موهوب وعمل دول إحنا عملين مسلسل اللي هو بان أربي يعني يعني معانا سوريين ومعانا لبنانيين وعرائيين ومسلين كلهم محترمين ونورونا ومعانا شوية مجموعة من نجوم الشرف يعني منورنا هاني رمزي ومحمد ممدوح يعني عندنا كاسم طيس الحبيب ومحمد فراغ الله 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 لا إحنا بنحكي من ناحية نحن أكتر مش من ناحية الخصم يعني الحكية من عندنا لكنه زي ما بيقولك هي التجربة يعني نتمنى إن شاء الله أن الناس تنبسط بيها هي فرجة مختلفة لهذا العالم لأنه هو في خلط يعني خلطة كده عملينها ما بين إنه الشغل الأمني المخابراتي والتركيز على مكافحة الإرهاب تحديدا ويعنيني بشكل شخص يعني كمؤلف إنه نتناول موضوع الإرهاب ده من زاوية أخرى إنه طول الوقت إحنا مركزين على مسببات الإرهاب الداخلية إحنا طول الوقت بنتكلم عن إحنا كما لو كنا إحنا في موضع اتهام وطول الوقت ودعم لي المستفزاني أنا كبني آدم أنا مش شايف نفسي أنا باهر يعني مطلوب مني يدفع عن نفسي في تصرف بتصرفه واحد عشي صحيح أنت بتتهمني أنا بيلي أنا لا وفقته ولا أيته ولا دعمته ولا عملت له حقا خلص فأنا لا أنا ما حاسبش على تصرفه وإلا لو عملنا كده يبقى الألمان كلهم يحاسبوا على تصرفات هتلر ويبقى مش عارف بتاع نيوزيلاندا يحاسب لا مش كده إحنا مش المفروض نبقى في موقف دفاع ومش المفروض إنه نشوف إنه ظاهرة الإرهاب هي وليدة هذا المجتمع ونقطة لا قد نكون إحنا عندنا أسبابنا اللي بتساعد على ده لكن الموضوع أكبر من كيانات وأجهزة ودول شركت فيه خلق وصلاعد ده